موسيقى نحن نتحدث الآن عن سباق جديد من نوعهم للأشخاص اللي بيحبوا الخيال اللي بيحبوا الحرف اليدوية مجموعة مع السرعة وحبهم للابتكار ما لهم غير ريت بولد سوب بوكس ريس اللي رح يكون لأول مرة بالأردن هو تاني مرة بالشرق الأوسط بأجواء حماسية مضحكة وأتوقع كلنا رح نستمتع قديش رح يكون فيه خيال وابتكار وخصوصا أنه مضيفين أيضا هالفعالية أو هالسباق هم كوميديين حبناهم من خلال رؤية ودائما مبدعين وعندهم روح مختلفة وروح حاحل وبدأ أصبح على ويسام طبيلي سباح الخير ويسام ورامي دنشاد أهلا وسهلا فيك وتوضيح أنه نشوفه على الشاشة ببعض الصدفة أنتو مش فريق وأحد كل واحد فريق ولكن صدفة بحتي والعقول الشبهكو العظيمة بتفكر زي بعض طلعوا صدفة لابسين زي بعض في فيديو رح أحطه على فكرة كيف نصدموا لما شعفوا بعض أن كل واحد طلع طلع لابسوا مش لابسين أصدا هيك كتيرا أهلا وسهلا فيكم بغضلنا تزاجر شو لابسين مبسوطين فيكم شكرا شكرا صباحا غير دي أبدأ من عندك ويسام تحب أبدأ من عندك أو من عند رامي بصير بصير نفس اللون نفس اللون كيف تحضيراتكم لهالسباق؟ إحنا بدأنا من شهر خمسة نحكي عنه وننوه رح يكون إن شاء الله بأربعة تسعة اكتمل المفروض للأشخاص المشاركين خمسة وستين فريق فحكي لنا عن التحضيرات تيل حلوة متحمسين كتير لأنه ننشوف شو العربيات اللي عم بعملوها العربات اللي عم بعملوها لأنها بدون مطور وهذا فننشوف كمان هي هي جزء من النقاط هي الإبداع طبعا أو الشو اللي عم بعملوه هاي السيارة اللي عم تعمله فمتحمسين صراحة كتير طبعا أنا اللي بدي أحكي أشه اللي بيميز ويسام من وجهة نظري الشخصية أنا لما أحكي معه ما بقدر أعرف إذا بيحكي جد ولا بيحكي مزاح إذا هي هاي الطريقة تحكي وهذا بنعكس بشخصيتك الكوميدية أنا بدي أحكي عنك أنه هي الفكرة عربات مضبوط رامي ما فيها محرك نسيبك من التخويت هلا خلني أحكي جد رامي ما فيها محرك فيها رح يكون مكابح أو بريكات ولا لا رح يكون في بريكات يمكن اللي ما يكون تشجيع كتير على البريكات بس اللي حابب كتير شوفوا هي الموضوع العرباية أيوه آه هي فكرة بلشت من الألفين يمكن عملوها بلجيك أول مرة ريد بول بس برضو من الكلتشر تبعنا من الثقافة اللي عنا موجودة كتير اللي لاحظوا بالمحافظات وكتير لاحظوا الأطفال اللي يمكن ما عنده ما بقدر يشتري هدية غالية بيأبصر قديش سيارات هدول مش حال شو فبتلاقي هذا الطفل يمكن يمكن هذا الظرف اللي هو فيه خلاه يبدع ويفكر كيف يبني عرباية من البيل من الأسلاك من اللاحظة كتير منهم موجودين بالذات بالمحافظات بيخترع هو لعبه من لا شيء احنا بالحالة كنا نقعد نخترع أشياء وعجال فريدبول كمان كانوا حابين إنه من هاي الأفكار يعني الأشياء الموجودة عندك في البيت استعملها غير فيها ابني منها العرباية تاعتك وابدع وهدول 65 مشارك كل واحد إله ثيم لحاله إن كل واحد عربايته بتختلف عن الثانية كل واحد بيقدم نفسه إذا هو مثلا شركة حابة تعمل تفوت بالمسابقة تعمل الشركة تاعتها مثلا العرباية تاعتها إليه دخل بالشركة تاعتها شكلها شو بدهم يعملوا قبل السباق ما يبلش حلو يعني هو عرض متكامل يعني هي المبدأ إنه عربي ما يعني من صنع الإيد ما عوجود ثيم أو فكرة عامة كل واحد إله ثيم وكمان الفريق ممكن هم أربعة كل فريق لازم يكون أربعة الفريق لازم يعمل عرض فغششنا ويسام انت إيش فكرتك شو ثيم تبعا بقدر أغشش بقدر سواء الله انت حر بس انت ممكن تخلق حالك إذا غششت يعني إشي قريب شوي على شكل شوي إله علاقة شكله بالشعار والشوارب طيب هلأ فريقك أنت وثلاث أشخاص أنت اللي راح تسوق العربي ولي كيف أفكر أنا جعبالي أسوقها طبعا ما بارك إذا حيسمحوا لي بس يمكن آه أوكي وشو مواصفات الشارع بيكون أو وين الصعوبة هي الصعوبة بالمقود وكيف تحرك السيارة عشان هي هي زي شارع يعني في منعطفات في منعطفات وفي طبعا كل شيء السلامة ما أخودها بعين الاعتبار آآ فحتى لو وقع العرباية وقعت وتكسرت ممكن توقع وتتكسر لأنه بس أنها هي مأخوذة بعين الاعتبار بس المتسابق بدي أخدها بعين الاعتبار يعني أكيد أحسن يلبس خوذة يلبس تعون الركب تعون الكوع عشان الوقع لأنه راح يكون على منحدر هذا السباق وفيه مش بس مش بس على منحدر عاملين برضو عقبات بالطريق يعني حتى فيه مرتفعات من الخشب طبعا بعملوا سلوب فيه مطبات يمكن منها وفيها مطبات وطلعات المسلوات فيه أصلا طبيعة الشبارع عندنا فيها مطبات ما غلبنا حالا ما غلبنا حالا بس انت ادحل وانتحل وفلس هلأ هي الموضوع ما اعتمد على جاذبية صح؟ بالضبط يعني راح يكون هيك شارع بنزول شارع الملك زين الشرف بالضبط هو شارع بوادي عبدون ودي عبدون شارع الملك زين الشرف بيكون هو أصلا فيه منحدر فيه منعطفات وفيه كمان عقبات زين ما بيقولوا وقديش هل هل عربة فيها قوة أو قادرة إنها تجمع حالها بالضبط واللي عملها فيه فكر لبعيد طب بما أنكم انتو كل واحد عمل عربة رامي تحكي لنا شو الأمور اللي اشتغلت عليها لأنه مش مسحة يعني انت بالآخر دك تسوق بشارع جد طبعا هلأ بدك تاخدي فيه أبعاد لازم يعني يفضل إن واحد يلتزم فيها الطول بالعرض بالارتفاع بالارتفاع عن الأرض هلأ يمكن تساعديني في الأرقام حتى أدوني طول zij لا يحتج wrestler 3、65 3،65 والارتفاع لا يحتج still 1.80 المتر سوات آه صفحة ١٨ المترين وعشر المترين وعشر ما يتعد عن هك ويكون ارتفاعها عن الأرض ٥ ١٠ سنتي الارتفاع ١٢ ١ٸ ١٨ عدي فيه مسافة من الأرض للعربائي نفسها هلأ انتو جهزتول للعربات الارتفاع التطلب؟ إذا جهزنا قد نخلص الآن الشكل النهائي أو الدهان تبعها أو الألوان تاعتها ما بدك تحكي لنا شو الفكرة أو تحمسنا أو خايف برضه ويسام ينقلها أو يغير فكرته ممكن ألتشها صراحة هلأ فيه ده في اشي كتير المتحمسين عليه صراحة هي الدعوة مجانية الحضور كمان الحضور إلو بلعب دور كتير على قدي بتحمس مع الفريق هذا اللي عم بتله فإذا حمسهم هذا الفريق برضه باخدوا بوينت عليه لأنه الشو تبعهم مثلا نجح مع يعني لاقى إعجاب الحاضرين نعم يعني أنت لازم تعمل شو متكامل برضه وتفاعل الناس جزء مهم عشان هيك نحكي لكل الأشخاص يكونوا متواجديا يوم أربعة تسعة بشارع الملكة زين الشرف على ساعة انتين المسار حيكون فأكيد تكونوا موجودين تحضروا حالكم قبل قديش متحمس ويسام شو الأشياء اللي متحمس لها هو أشياء الخايف منها خايف أتكعبل وبيني وبينك أنا من اللي شفته الفيديوهات اللي شفتها فيه أنا خفت لأنه شفت ناس كتكملوا بس معهم المتقد أو الستيريك بس وكله وقع بيكون اتفك أنا هيك ممكن هاي شغلات اللي بتصير معي دايما أصلا بالحياة ما هذا هو اللي عم بيبني العرباية كمان بدي يفكر اوكي بدي يعتبر إنه إذا خبطت إيش دي سير البادي هاد رح يتحمل ولا لا شو المادة اللي أستعملها نعم يعني بيشاجعوا مثلا بإعندك خشب تقدر تستعملي فايبر غلاس تقدر تستعملي حديد بس يمكن الحديد ممكن يتققلها يعني بدو يفكر الواحد أظن في وزن فارغ اللي العرباية الوزن تمانين فارغ يعني بدون ما تزعل بدون اللي بركب وفيه تمانين أنا خايف مثلا أني أركب وما تدحل لك منظري سخيف بس معك ثلاثة ممكن يعني فيه الثلاثة اللهم دور التانيين طب أنا بحس إنه ضروري يكون خفيف بنفس الوقت متين وما بعرف برضو كيف ممكن يكون إشي هيك ثلث يقدر ثبات عند المنحدرات نعم يهمي حلوة يهمي كتير طيب بدنا ننوه أنه رح يكون فيه لجنة تحكيم ورؤية كمان رح تكون مشاركة بفكرة برضو لا عربة مبتكرة طبعاً رح تكون لجنة التحكيم المهندس فارس صايغ مدير عام قناة رؤية فنانة ديانا كرزون والإعلامي محمد الوكيل فيه معايير معينة رح تكون لجنة التحكيم رح تكون مهمة سهلة أو صعبة بوجهة نظركم ولا بس اللي بضحك أكتر أو اللي بضحك عليك رح يكون في أكتر من مقياس للتحكيم أول إشي أكيد سرعة السباق يعني هذا المتسابق قد بسرعة راح من النقطة لنقطة كم ثانية قدر يقطع بالظبط آه الوقت الوقت ما هو آه سباق بالنهاية مين بخلص المسافة هاي أسرع أوكي زائد الإبداع قدي هو كان كرياتيف بالعرباية وقدي يعمل شو الانترتينمنت اللي عمله لأنه هو بعمل لازم يعمل بالأول بتحط العرباية بنعمل شو اشي صغير كتير عن الموضوع اللي أنا فيه بركب العرباية وبنزل نعم فكل هاي الأمور بتتاخد بعلي اعتبار من اللجنة التحكيم حلو أتوقع اختيار الأردن ما إيجا بمحض الصدفة هو أول مرة يقام بالأردن لأنه إحنا معروفين بشطارتنا بالحرف الشرف اليدوية، ويسام تحب تشارك في الموضوع طبعا هاي تضيف شرف شو فيه هو هي المحمس في الموضوع إنه إحنا شعبنا هيك إحنا شعبنا بالإيد يعني كل حدا فينا يمكن شباب بيصلح سيارته يعني إذا مستحن فيه يعني في عنا الحرف اليدوية شاطرين بإدينا ومنحب السرعة منحب الأشياء اللي بتضحك منحب السرعة تضغط لإشي من لا شيء من لا شيء هناك هذا الكلام الذي يعملونه بالفولسترين وضعه مروحة وثلج وشعر يعني فيه اختراعات هيكة أظر ما نحبني يا مليك طيب موفقين بس أسألكم اللي بيربح شو الجائزة ولا ما ما بتحب واسألكم فيه جوائل جوائز مهلا مو متذكر صراحة شو هي بس مثلا منها التذاكر على فورميلا ون بالبحرين نعم مش متذكر صراحة شو الجوائز نعم نحب دائما السرعة ونحب السباقات وضربت يعني ببقى توقع برضو من المسابقات أو من السباقات اللي ناس راح تتفاعل معها وخصوصا تحمل الطابع الكوميدي راح نضحك مش هل سيكون شد على حالنا أو على أعصاب كل التوفيق لكم كيف ده تتحمس الناس بطريقتك ويساملى يحضروك ويشجعوك والسيم شو مكان هو يعني شوف هي هي لازم نكسبهم أول يعني خمسة عشر ثاني مثلا إذا كسبت العالم بخمسة عشر ثانية أول خمسة عشر ثانية من عندما تسوق؟ نعم قبل ما تنزل لأن أول ما تنزل بهاي خلص يصبح بهاي تايمير بوقت لك أدي أنت المسافة أتعطيها بكم ثانية فبصراحة متحمسين كثيرا ما بتخيل قديم متحمسين يعني نرقص ونا مجهز حالك رأسك جهز طبعا رامي كيف تحمس الناس؟ يعني بتناعمل هيك نعمل صدمة أنا حسيته متكتم رامي هيك عنده أفكار مش حابب مش حابب يخكيني يا أيوة أنت بزات وخصوصا أنك لبست البلوزة زيه فخربت عليه الجو شفت هذا شفت المصيبة السبب لا وعشان كمان اللي ييجي يحضر يشوف أول مرة إيش حلو فاخرين دايما أنه الأردن عم بتكون يعني وجهة نظر أو يعني توجه لشركات عالمية أنه الحمد لله عندنا الجو المناسب وكمان البيئة المناسبة والأشخاص المناسبين له هيك سباقة شكرا لحضوركم يا سامت بيلي ورامي الدجاد يعطيكم ألف عفية موفقين نفسي أعرف مين رح يفوز بس المهم المشاركة هو كله أنا حفوز يعني نشوكي يعطيكم ألف عفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر